اكثر ما يتعطش له العراقي قبيل زيارة رئيس الحكومة الى طهران انهاء مسلسل العصابات المسلحة والخارجة عن القانون ومع بدء تفاصيل الزيارة الرسمية ونهايتها كانت منصة اطلاق الكاتيوشا ساخنة مسلسل الاكتيالات والخطف والقتل واطلاق صواريخ داخل عاصمة لها سيادة دولة وقانون مشهد يقتل مساعي البحث عن دولة مستقرة في المقابل فان الحديث على الطاولة الرسمية بين قطبي الزيارة حديث يثلج الصدور عن تعاون رسمي يدعى مستقرار البلاد بلسان ايراني متزن الزيارة التي انتهت بحديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تعاون بين البلدين بدون تدخل في الشان العراقي تؤكد الثوابت العراقية في السعي الجاد الى بدء العراق مرحلة جديدة خالية من المواربة والالتفاف حول الحقائق ودعم ميليشيات السلاح المنفلت الدبلوماسية المطلقة والبروتوكول المطلوب في اللقاء رسمي لم تفتح الباب امام مصارحة او مكاشفة واضحة تجيب على تساؤلات العراقيين فيما اذا كان شلال الدم ومسلسل الانتهاكات والمنصات سينتهي بلا رجعة ام انه التكتم الشديد والكشف عنه في الايام المقبلة هيبة الدولة العراقية شعار تحمله الحكومة في معركتها ضد الفساد والفوضى والسلاح المنفلت اخطر معاركها مع الفصائل المسلحة في ظل تشعب نفوذها ميدنيا وهو الملف الاهم الذي يؤطره الرجل السياسي بجدارة تحت عنوان حسن النية وتبقى النوايا الحسنة رهينة العلاقات الثنائية في مربع المحاورات الرسمية لكن في المقابل فنشارع العراقي في كل محافظاته ومدنه المكتظة بالفقر والبطالة ونقص الخدمات يبحث عن اليوم المنتظر الذي يبدأ فيها الجميع بانجاز يحقق للبلاد ما تحققه بلدان العالم المتقدم ترجمة نانسي قنقر